مساء الخير ومرحبا بكم في أولى حلقات البرنامج الحواري الجديد حوارات ضيف الحلقة الأولى من برنامج حوارات وجامعي ومؤرخ مغربي صاحب مجموعة من الكتب والدراسات في مجالات التاريخ والفكر السياسي الإسلامي ولد ضيفه نسنة 1971 في قرية من قرى قبيلة بن زروال بإقليم تونات ثم هاجر طفلا وفقة عائلته يستقر بمدينة طنجة التي لم يفارقها منذ إذن صغيرا في مدرسته بحي شعبي بمدينة طنجة كان يحلم بأن يصبح كاتبا وأديبا وعلى أن اهتمامه المتزايد بالتاريخ وبالسياسة سيوجه لدراسة التاريخ والتخصص فيه حيث سيلتحق بجامعة عبد مالك السعدي بسيطوان ويعد أطروحة دكتورة حول الفكر السياسي في المغرب والأندلس في القرن الخامس الهجم اشتغل أستاذا للتعليم التانوي قبل أن يصبح أستاذا للتعليم العالي في المركز الجهوي لمهان التربية والتكوين بمدينة طنجة حائز على مجموعة من الجوائز التقديرية الوطنية والدولية كجائزة المغرب للكتاب وجائزة دبي التقافية غزير الإنتاج المعرفي والأكاديمي وله عدة كتب من بينها تلاتي عن تاريخ المغرب منذ ظهور إنسان العاقل الآن ومؤلفات في الفكر الإسلامي ككتاب في هدي القرآن في السياسة والحكم وأيضا مفهوم الدولة الإسلامية وغيرها من الكتب والدراسات سنتعرف على جانب من أفكاره واهتماماته في هذه الحلقة من برنامجكم الجديد حوارات بعد الحظة مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك معي عودت أنا شكرا بالطبع الحال بأنك سمعتين لبدا على الحياة ديالك التي تكلمنا عن تقديم حياة ديالك طفولتك مدينة الطنجة أيضا أنت فش كنت طالب؟ كنت تخيب أنك تصبح مؤرخان وعندك هذا الهتمام الكبير بالتاريخ حاليا وطبعا من خيالات المؤرخين في المغرب مين جاهد الهتمام بالتاريخ ديال المغرب؟ كيف أشتبدأ؟ هو حقيقة يمكن نقول أنا أول كتاب يمكن خديته في الدول ومسته كان كتاب تاريخ وكان عند فواحد المكتبات وواحد العائلة يعني قريبة من أقرباء ديالنا ولكن يمكن يكون هذا الكتاب كان عنده شيء تحثير ما وهذا شيء في البتداء ما زال أنا طيف ولكن بين القوصين هذة الهوية أو هذة الأختيار تبلوره بشكل كبير بعد نهاية المرحلة الثانوية بعد أخذ البكالورية يمكن نبدأ كيبلي بأنه يمكن يكون التاريخ والتخصص الذي يناسبوني أو المجال الذي يمكن نبدع فيه فالكتابة كانت كميول منذ أن كنا يعني مازال في المدرسة الابتدائية من خلال واحدة عدد الأشيطة ولكن في أي مجال ستكتب وفي أي مجال ستبدع فيمكنني تقول بأنه هذا المجال تبلور بشكل كبير في المرحلة الجامعية وبالخصوص بعد أخذ البكالورية أستاذ جبرون مرحبا بك في هذه الحلقة الأولى من برنامج حوارات اللي ماشي في مدينة طانجة ولكن غيكون في مدينة الدار البيضاء وخصوصا في هذا المكان هذا اللي هو المركب التقافي محمد زفزاف واللي هو غيكون فيه الحوار دي أنا هذا المساة طبق مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة الأولى من برنامج حوارات ونحن الآن في الفضاء هذا اللي هو المركب التقافي محمد زفزاف في مقاطعة المعاري في مدينة الضربيضاء اسم محمد جبرون تضيف دينا في هذه الحلقة الأولى من برنامج حوارات ونحن الآن في هذا المركب الذي يحمل اسم روائي وأديب كبير من روائيين مغاربة ولكن أيضا هذا المركب أيضا التقافي فهو عنده تاريخ مثلا أنا كطالب أتذكر بأنه كنا كان جئوا هنا دائما وكانوا متقافين كبار كانوا يجدوا له ندوات وكان نقاش مع الحضور اللي كان كثيف جدا بس محمد عبد الجابري اللي يحمو سلمة المجرى اللي يحمو ومتقافين آخرين كانوا يكونوا هنا وفي أماكن أخرى طبعا في المغرب وكان واحد تفاعل كبير مع الناس اللي كانوا يجوا بكتافة للإستماع المتقافين واشنا الآن حاليا ما زلنا في حاجة إلى هذا النوع من الحوارات والنوع ديال الحضور ديال المتقافين في النقاش العمومي المغربي نحن بحاجة إلى المتقاف دائما وأبدا يمكن تختلف الوسائل يمكن تختلف الأشكال وأشكال الحضور ولكن الحاجة للمتقاف تبقى دائما حاجة حيوية لأن المتقاف هو بعبارة أخرى هو الضمير هو الضمير الاجتماعي هو الضمير ديال الأمة الذي يمكن أن يعبر عن أحلامها وطموحاتها هو الذي يمكن أن يمارس النوع من النقد النازيه تجاه الكل في الحقيقة أيضا يمكن معنى بالمعاني هو رافعة تقدمية بالنسبة للحياة سواء العلم السؤول الاجتماعي والسياسي إلى غير ذلك من مجلة الحياة وبالتالي فالحاجة المتقاف والحاجة مثل هذه المركبات هي تبقى دائما حاجة حيوية محمد جبرون ندوز معك الآن الاعتمامات ديالك الكتب ديالك وأيضا انشغال ديالك بالتاريخ هذه السنة صدر لك كتاب عن تاريخ المغرب القديم يعني من الإنسان العاقل لومو سابيانس إلى دخول الإسلام تحدثت في هذه الكتاب هذا عن ظهور الإنسان في هذه المنطقة مغرب العصور الحجرية والمعدنية ما يسمى بالعصور الحجرية والمعدنية وتكلمتي أيضا عن دول اللي كانت في المغرب قبل مجيئ الإسلام واشهد الشيس محمد جبرون مكيت عالش يعني مع ذلك الرواية الرسمية الرواية الشائعة بأن التاريخ ديال المغرب يبتدئ مع مجيئ الإسلام وبأن الدولة المغربية تبتدئ مع دولة الأدارسة أنا كنظن في الحقيقة هناك مبالغة في كون أن هناك رواية رسمية للتاريخ التاريخ بطبيعته لا يتحمل مثل هذه الأحكام التاريخ بطبيعته متجدد غير قابل لأن يحنط وأن يجمد في صردية معينة بالتالي نحن دائما بحاجة إلى جديد التاريخ وجديد النظرة إلى ذاتنا من ناحية تاريخية وبالتالي فالتاريخ المغرب لا يمكنه حقيقة وبالعلم لا يمكنه حصره في بداية الإسلام فما فوق التاريخ الإسلام وتاريخ عريق يمكن أنا كنت فهم واحد السياق معين الذي أنتج هذا الصردية الذي مرتبط بالحركة الوطنية وظروف الاستقلال بحيث أنه كانت هناك خصاصة في المعرفة والثقافة التاريخية هناك ضعف في المادة التاريخية المغربية التي تحتفي بتاريخنا وفي المقابل كانت هناك أيضا نصوص كولونيالية نصوص استعمارية فإذا يمكن كان هناك في يوم الأيام مبرر ما يمكن فهموا به واحد النزعة إلى اختصار تاريخ المغرب في المرحلة الممتدة من دخول الإسلام فما فوق ولكن يمكن أن نقول بأن الآن لدينا من الإمكانات لا العلمية والثقافية وإذن من الشروط التي يمكن أن نطرحها من خلالها واحد الصردية التاريخية ممتدة من العصور القديمة وما قبل التاريخ إلى يومنا هذا واحد جملة في كتاب ديالك بأنها ترت انتباهي وبأنها ربما حتى القارئ فربما يفاجأ بهذه الجملة هذه فأنك تقول بأن تاريخ المغرب القديم لا يوجد وراءنا بل إنه يوجد أمامنا ما يعني هذه القديمة بأن تاريخ المغرب القديم وأمامنا وليس وراءنا لأنه اليوم إذا لاحظنا واحد العدد يمكن أن نقول الإديولوجيات التقافية تتأسس على بين مزدوجتين لا نقول حقائق ولكن على فرضيات تاريخية ومرتبطة أساسة بالتاريخ القديم وبالتالي فنحن شئناه مع بينا بحاجة إلى مراجعة هذه الفرضيات في ضوء البحث التاريخي سواء من ناحية الأركيولوجية أو كذلك من خلال النصوص اللاتينية والإغريقية التي تتحدث عن تاريخ المغرب القديم بالتالي فنحن اليوم حقيقة بحاجة إلى إدماج حقائق التاريخ القديم إلى إدماج حصيلة البحث التاريخي في التاريخ القديم في الخطاب التاريخي المغربي وأيضا حتى في الكتب المدرسية بطريقة مختلفة لأنه حضور تاريخ المغرب القديم في الكتاب المدرسي مثلاً وأنا أشتغل في هذا المجال يعني حضور مشوش وحضور غير واضح بالعكس فيه ربما تواريخ أخرى ولكن تاريخ المغرب القديم يكد يكون يمكن نقول غائب بالتالي فنحن بحاجة للتاريخ القديم ومن هذه الناحية هذا هو معنى أن التاريخ القديم لا يوجد وراءنا وإنما يوجد أمامنا بالنسبة للدولة المغربية يعني بأنه إحنا شائعنا لقينا في كتب التاريخ وما قرأناه يعني بأنه مقرارات التاريخية في المدارس بأن الدولة المغربية تبتدي مع دولة الأدارسة بينما أنت تقول أن الدولة المغربية تمتد إلى ما قبل ذلك يعني قبل المجل الإسلام وقبل الأدارسة كيفش؟ حقيقة أنه عندما ندرس تاريخ المغرب القديم نجد بأن أقدم شكل مؤسستي وأقدم دولة عرفة تاريخ المغربية الدولة المورية حوالي 500 سنة قبل الميلاد وأن هذه الدولة كانت لها علاقة دبلوماسية مع الإمبراطورية الرومانية وكانها لجيش وشاركت بطريقة أخرى في الحرب التي كانت بين قرطاجة والرومان وكان πεزيج burnout وهذه الدولة هي جزء من تاريخنا هي جزء من تراتنا الدولة المورية شونت تتعلم やって دينة كان هناك لغة التي يتحدثون بها معروفة أخير تاريخ هذه الدولة المورية من خلال النصوص بالخصوص اللاتينية هذه اللغة هي اللغة الليبية اللغة بعبارة أخرى كان يسميها اللغة البربرية الليبية وأسمع من هذا القبيل ولكن ما سموها في تلك المرحلة لم تكن بين قوسين اللغة الأمازيغية المكتوبة بالحرف الذي نعرفه اليوم تيفينة لغير ذلك ما كانت هذه اللغة فهذا من ناحية اللغة دي لها فكانت لغة مختلفة نسبيا عن اللغة الأمازيغية المكتوبة اليوم في تيفينة وهنا هذا موضوع اللغة فيه كثير من الحديث ما يمكنش في هذا المناسبة أن نفصله فيه بما يتعلق الدين كانت هناك عدد من الديانات في المغرب هذه الديانات مرتبطة بالأساس بمثلا عبادة الحيوانات وخاصة الكبش فبالمناسبة ليس المغرب فقط الذي ظهرت في هذه الديانة بل كانت تقليد عبادة الحيوانات في أكثر من حضرة في التاريخ القديم كانت كذلك هذه الدولة كان لها جيشها وهذا الجيش الذي شارك في دعم الدولة الرومانية في مرحلة من المراحل وسهم كذلك إلى جانب القرطاجين في مرحلة أخرى لأن كان هناك تناقض وحرب كبيرة جرت وهي الحرب البونيقية المعروفة والشهيرة وكانت الدولة المورية هي واحد من العوامل التي ساعدت بطريقة أخرى الرومان على حسم المعركة القرطاجيين فإذن كانت دولة لها تاريخ واستمرت إلى أن جاء ربما آخر دولة سقطت في شمال إفريقيا أو آخر كيان سياسي سقطت في شمال إفريقيا في يد الإمبراطورية الرومانية هو الدولة المورية حوالي أربعين ميلادية وبالتالي ولم يسقط كل المغرب فقط جوز من المغرب هو الذي تعرض للإحتلال الروماني وبالتالي فكانت هذه الدولة في الحقيقة تستحق مننا اليوم أن تكون على الأقل البداية وحدة المطلقة لتاريخ المغرب السياسي بدل من أفضل بعض الاختيارات الأخرى التي نجدها في بعض الأحيان تؤرخ لبداية الدولة المغربية بداية غير صحيحة أما فيما يتعلق بالدولة الإدريسية أنا في تقدير ديالي الإمارة الإدريسية كانت إمارة إلى جانب واحد عدد الإمارات التي تزامنت معها فالإمارة الإدريسية لم تستقل بحكم المغرب ككل ولم يعرف المغرب وحدة سياسية إلا في مرحلات المرابطين يعني حتى القرن الخاني ما إمارات التي كانت الآن متواجدة في الوقت التواجد للأدريسة؟ كانت هناك إمارة نكور وبانو صالح في النحية ديال الآن في مكين الحسيمة وهذا منطقة الريف وبالمناسب الريف لم يتعرض لحسيمة الروماني قط ثم كانت هناك إمارة برغواطة كانت هناك إمارة سيجل ماسا كانت إمارة كذلك بنو عصام في سبتة هذه كانت واحدة شكيلة واحدة فوسية في ساء يمكن أن نعتبره جيهوي فكل جهة تقريبا كانت فيها إمارة مستقلة والأدريسة يمكن أن نعتبره أكبر الإمارات في تلك المرحلة لم تنجح في السيطرة على كامل تراب المغربية بحيث بقيت إلى جانبها الإمارة البرغواطية وبقيت كذلك إمارة الكورفي في الشمال وهكذا الإمارة البرغواطية أو للدولة البرغواطية فيها كتبقى واحد لغز ربما في تاريخ ديال المغرب يعني بأنه كيفاش هذه الإمارة هذه وهالدولة هذه نشأت وشنا هي علاقة لأنها نشأت بعد ما جاء الإسلام وكيفاش بأنه تم تعامل مع الدين الإسلامي أنا ذاك خصوصا داخل الدولة هذه اللي هي الدولة البرغواطية الإمارة البرغواطية هي واحدة الإمارة نشأت مبكرا في المغرب تقريبا بعيد الفتح الإسلامي بقليل خصوصا فموحة الحقيقة اللي يتقافي في المغرب في ذلك المرحلة هو أن المغرب كانوا أولا هناك اللغة الأمازيغية هي السائدة وبالتالي لم تكن هناك اللغة العربية ولم تكن لي أمازيغ برغواطة صيلة مباشرة بالنصوص الإسلامية كالقرآن والمصنفات الحديث النبي والشريف ما كانتش عندهم صيلة مباشرة بها نظرا للعجم ومشكلات اللغة ثم كذلك وهذا مهم جدا هو أن العرب الذي يمكن أن يكون فقهاء وينشر الإسلام بطريقة صحيحة مثلا وبالتعاليم صحيحة كانوا قلة قليلة جدا يمكن قل لن أبلغ دا قلت لم يبقى من العرب إلا أعدادا يمكن نعتبرهم معدودين على الرؤوس الأصابع ويمكن نقولوا في الشمال خاصة بعد الثورة التي عرفت بثورة ميسر المتغري والتي كانت بعد حوالي ثلاثين سنة من السيطرة الأموية على المغرب وأصبح المغرب مستقلا ولكن بعد الاستقلال انتشر الإسلام فالبرواطيون هم تبنوا الإسلام ودخلوا في الإسلام ولكن بطريقتهم الخاصة وأنا كنت أسميها واحدة كانت عملية أو واحدة المحاولة مبكرة لتمزيغ الإسلام بحيث أصبح لهم قرآنهم يتلى وباللغة الأمازيغية كان لهم قرآنهم باللغة الأمازيغية بحيث كانت هناك واحدة المحاكلة لإسلام لا من حيث القرآن لا من حيث العبادات لهم الصلاة كان لهم الحج أيضا أيضا يحجون وبالتالي تقريبا كل فرائد الإسلام لها صورة في الإسلام البرغواطي وهذا الإسلام الذي يمكن أن نعتبره واحدة صدى بعيد للإسلام الصحيح لأنه ببساطة لم يكن بإمكانهم أن يتعرفوا على الإسلام حقيقة من خلال سواء الدعاة المسلمين لأنهما لم يصلوش وكنقلال وثم كذلك ليضر لمشكلة اللغة وبالتالي فهي واحدة الإمارة الإسلامية بطبيعة الحال وفق الخصوصية الأمازيغية المغربية واستمرت قرونا يعني تقريبا من بداية القرن الثاني الهجري إلى الفترة المرابطية حتى القرن الخامس الهجري وهي مستمر يعني حوالي أربعة قرون إذن شنو كان دور الإسلام في تشكيل الهوية المغربية أو الهوية الوطنية المغربية لكن دور أساسي لأن المغرب دخله الإسلام في هذه المرحلة المبكرة وعن طريق المغربة والأمازيغ لأن هذه القضية دي لدخل الإسلام بالسيف وكذا وكذا ما عنداش مصدقية نسبة القصير لا غير صحيح نهائيا لأن الإسلام دخل عنوز لأن المغرب أسلموا طوعا ولم يسلموا عنواتا واستغرق إسلام المغربة مدة من الزمن ليست بالقصيرة وبشكل تدريجي والدليل أدل على ذلك هو أن السمر اليهود في المغرب والسمر المسيحيون في المغرب إلى الفطرة الموحدية إلى الدولة الموحدية وبالتالي لم يكن هناك قوامة قادرة على فرد الإسلام كما أن السلطة السياسية لم تكن سلطة سياسية بين قوصين عربية أو مشرقية في المغرب ما عدا ثلاثين سنة الأولى يعني من حوالي تسعين هجرية إلى حوالي مئة عشرين ما عدا ذلك كلها كانت السلطة السياسية اللي موجودة في المغرب هي السلطة المحلية أمازيغية كل إمارات حتى المولى إدريس جاء هو عائلته هو شريدا طريدا من المشرق والبقية كل كان معها أمازيغي ومع بعض العرب كل لا يعني في الإمارة التي كان يحكمها البقية كل أمازيغ وبالتالي فهؤلاء هم الذين يعني نشروا الإسلام وأصبح الإسلام يعني بهذا التاريخ وبهذا الواقع جزءا أساسيا من الهوية المغربية السيجبرون كان أيضا واحد مصطلح اللي عنده علاقة بالتاريخ السياسي المغربي وهو مصطلح المخزن يعني بأنه هناك اختلافات في الاستعمال ديالو كل يستعمل كلمة المخزن للتدليل على الإدارة المغربية كل يستخدم كلمة المخزن لتجاوز الحديث عن الملكية وبأن ندورها في الحياة السياسية المغربية كيلي كيتكلم أيضا عن المخزن كدولة المغربية من يجعل المصطلح لحد دير المخزن وشنو هي الدلال ديرو والأصل ديرو هنا سمح لي واحدة توضح بسيط هو هذه الأحكام السلبية التي تحيط بمفهوم المخزن هي مرتبطة بوحد سياق تقافي مرتبطة ببينق أو سينا نسمي إمبريالية الحداثة السياسية التي سادت خاصة في مبعد الاستقلال وارتبطت بتيارات إيديولوجية إلى آخره بحيث أصبح كل شيء تقليدي كل شيء موروث مدان بطريقة و بأخرى تحيط به مجموعة من الأحكام المسبقة مرتبطة بالتخلوف مرتبطة بالاستبداد مرتبطة إلى غير ذلك من الأحكام فبالتالي المخزن لا المخزن بالعكس المخزن هو تقليد مغربي أصيل وتقليد مدني قبل أن يكون سياسيا لأن المغاربة كان لهم المخزن قبل أن يصبح لفظا يطلق على الدولة و على الإدارة فالمخزن هو جزء من التقاليد المغربية الأصيلة ومرتبط بقيام مرتبطة بالأمانة مرتبطة بالصون الملك العام فهدف أصله وكان في القبائل هناك من يؤرخ لبدايته في الفترة الموحدية ولكن هناك بعض المؤشرات والنصوص التي ترجعوا بمؤسسة المخزن إلى الفترة المرابطية وهو كان بين قوسين تقليد أمازيغي تقليد مؤسستي أمازيغي محلي فهذا اللفظ للأسف الشديد بخلاف المعاني التي ألسقت به كان هو لفظ مرتبط بقيام الأمانة مرتبط بقيام القيام على الملك العام وعلى الممتلكات العمومية وانتقل وأصبح استلاحا يطلقوا على الدول وعلى المؤسسة وخاصة في الفترة منذ يمكن أن نعتبره الفترة السعادية بشكل واضح وما بعدها فبالتالي المخزن أنا فيه تقديري شخصي من ناحية التاريخية هو تقليد سياسي مغربي يجب أن نفخر بما تحقق في إطاره ويجب أن نعمل على تطويره في المستقبل لا أنا هذا كم قوله بحكم المعرفة التاريخية التي على إيتي حال أتيحت لي ومن خلال طلع ديالي هو أن المخزن راه هو تقاليدنا جزء من تقاليدنا السياسية الأصيلة اللي خصنا نفخره نفخره كيف ما كان نفخره بوحد العدد ديال التقاليد يمكن بطبيعة الحال هذا ما يعنيش الجمود لأنه من اللي كان قلوات شي ما شي معناه أنه يجب أن نبقى على ما كنا عليه في الماضي هذا معناه أنه يمكن نطوره ولكن لا يمكن أن بين قوصة أن نكون عاقين مع تقاليدنا في الوقت اللي كل العالم يفخر بتقاليده كل العالم يتشبث بتوراته بتشبث الإيجابي ما شي بالمعنى المحافظة السلبية كيف يش كتشب دكتاراش اللي نشوفه أحياناً في وسائل التواصل الاجتماعي حول الهوية المغربية مثلاً ما بين بعض المكون هذه التقافة المغربية مثلاً كيلي كعتبره مثلاً بأن العرب غزة كيلي كعتبر بأن العرب غل eins مثلاً دخلت الإسلام المغرب كيلي كعتبر بأنه المغرب فهو جزيرة كال 것처럼 ذاك القولة التي يتم أحياناً إخراجها يا سيد عبدالله العاوي بأن المغرب جزيرة كيف يش كتشوفه التراشق حالياً وسائل التواصل الاجتماعي والنقاش حول الهوية المغربية بالنسبة لك صحي أم لا النقاش حول الهوية المغربية هو نقاش صحي مبدئيا ولكن تاريخ الشوقات التي نراها في كثير من الأحيان التي تدخلوا من العلم موسيقى كثير بشكل كبير لهذه الهوية المغربية المغرب بطبيعته يعني تاريخيا هو بلد عبور هو منطقة تلاقي هو منطقة توفل كثير من الهاجرات المغرب لم يكن في يوم الأيام يمكن نقول محتكر من طرف إثنية أو عرقية معينة المغرب كان فيه الأهالي الأمازيغ وكان أيضا جاءته قبائل غال في إطار الدولة الرومانية جاءه من إيطاليا جاءه الناس من المشرق جاءه الناس لويندال كذلك ومروا من هنا المغاربة أيضا الموريون المغاربة صعدوا نحو الشمل إلى إبريا إلى غاليا إذن هذه المنطقة بطبيعتها هي منطقة عبور هي منطقة تلاقي وبالتالي حضارتنا في الأساس هي حضارة أرض تواردت عليهم مجموعة من الشعوب مجموعة من العرقيات والإثنيات ويجب أن نفهم أنفسنا في إطار هذا التنوع وهذا التعدد الذي أغنى هويةنا وبالتالي المغرب الذي يجب أن يفخر به المغاربة وهذا التنوع وهذا التعدد وهذا الذي نلمسوه عندما نظروا قبائل المغرب ونجولوا في ترابه ونجولوا في أنحائه كنلمسوه هذا التنوع الذي يجب أن نفخر به فلا يمكن لأحد أن يدعي اليوم بأن المغرب عربي ولا يمكن لأحد كذلك بالمقابل أن يدعي المغرب أمازيغي بدك المعنى الضيق للكلمة المغرب هو بلد التنوع دائما كان وهو واحد القضية من ناحية السياسية أسمح لي تطول شوية في هذه القضية ولهذا كان بالنسبة لنا هذه القضية اللجوء إلى النسب الشريف في الحكم في ترمى الفترات والسمر إلى يومنا هذا هو بحكم هذه المضلة التي توحد هذا التنوع الذي يجتمع تحتها هذا المختلف فبالتالي فقصنا نفهمه بأن نحن مختلفين ومتنوعين جينيا مختلفين في قبائلنا في روافدنا وهذا ما يجب أن نفخر به ولا يجب أن نتجه في اتجاه احتكار هذا التمغربي كيف ما يمكن نقوله سمع نجبرون بأنه كانت أيضا في التاريخ لحديد المغرب كان هناك فترة حماية ولهي دائما نقاش حولها إلى أي حد هذه الفترة أثرت في التطور للدولة المغربية والمؤسسة ديالها واش كانت مرحلة قطيعة أم مرحلة سمرارية في الدولة المغربية هنا أخصنا أن نسجل واحد الحقيقة هو أن الدولة المغربية الحديثة الذي وضع أركانها وأسسها هي الحماية الفرنسية وبالتالي فحنا بعد الاستقلال راه سواء المؤسسات الإدارة حتى الجريدة الرسمية وطريقة صناعة القوانين في البلاد كلها هي اللي خلتنا فرنسا والاحتلال وبالتالي فالخروج من التقليد الفرنسي الدولة بين القوصين هذا الأمر هذا كان مستحيل بعد الاستقلال وبالتالي إحنا وقع المغرب هذا هو الجميل هو حاول المغرب والدولة المغربية حاولت ما أمكن أن تستعمل وأن تستغل هذا الموروث الاستعماري باعتباره كما يقل بعض ولو من باب نكتة غنمات حرب إلى جانب هذه العناصر الأصيلة والتراثية المغربية المرتبطة بالمخزان المرتبطة بواحد عدد التقالي بالضبط وفي إنتاج دولة نسبيا يمكننا قولوا بأنها دولة ذات خصوصية مغربية اللي هي المملكة المغربية الشريفة اللي كنشوفوها الآن وبالتالي فالحماية هذه من الحقائق الأساسية وأنها وضعت أسوس الدولة العصرية في المغرب والتي بنينا عليها كذلك وأضفنا إليها من خلال أيضا تقاليدنا السياسية المغربية يعني إدارات قدال إداري القوانين كل شيء يعني يمكن نقول بأنه المبادئ الأولى دي الحادثة السياسية كلها وضعها الاستعمار الفرنسي بدرجة الأولى في المغرب وبالتالي فإحنا من هذه الناحية ما يمكنش نقوله بأن إحنا نجحنا في بناء دولة عصرية بدون استعمار أو بدأنا كنا قد بدأنا هذا الأمر فلم نبدأه إلا يمكن نقول بعد الاستقلال أما قبله فالمغرب كانت هناك محاولات وكل الأسف الشديد لم تكلل بالنجاح كان هناك أيضا نقاش في المغرب وهذا منذ دسور أول البلاد يعني منذ 1962 حول علاقة الدين بالدولة يعني كان اللي معاه بأنه الملاكية يكون عندها ذاك الجانب التحكيمي في القضايا المتعلقة بالدين ولكن كان أيضا لك أعتبر بأن هذا أمور هذه فهي متعلقة بتطور طبيعي المجتمع بقضايا خلافية فيها نقاش فيها تدافع فين كتلقى رأسك فالنقاش هذا أنا كنظن بأن الدين في المغرب وخاصة من ناحية السياسية هو حل وليس مشكلة لأنه ببسطة أولا لأن الملكية في المغرب والدولة المغربية مبنية على أساس ديني بطبيعة الحال هذا الأساس ديني كان متضخيم في مراحل تاريخية معينة ولكن تم تطعيمه وإضافة إليه الشرعية المدنية والشرعية السياسية وبالتالي ما يمكنش اليوم نجي ونقوله مثلا بأن المغرب يمكن له يستغني بين قوصين على الشرعية السياسية وإمارات المؤمنين لأن ببسطة باعتبارنا مسلمين الكثير من التكاليف الكثير من القضايا لا بد فيها بين قوصين لا أقول الرأي الديني ولكن الحكم الديني وكنضل بأن إمارات المؤمنين بعدها يمكن نقول بعد حوالي خمسين سنة في المغرب يمكن نعتبره اليوم بأن أنضج نسخة من نسخ النظام السياسي المغربي فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الدين والدولة واللي وصلناها مع بداية هذه الألفية مع جلبة جلة الملك محمد السادس وهذا الأمر هذا اللي يمكن الآن نتمنه المغرب الآن لم يعد على الأقل وهذا ملاحظ لم يعد الدين مسألة ينازع فيها الناس أو يتنازع حولها الناس فحتى التيارات التي كانت يمكن عندها مشكلة مع الدين من ناحية السياسية لم يعد لها هذا المشكل بالقوة التي كانت في الماضي مادم كانت تكلم عن الدين فكما قلت في التقديم فلديك مجموعة من الكتب متعلقة والمهتمة بالفكر السياسي الإسلامي واللي من بينها واحد الكتاب اسمته فيه هدي القرآن في السياسة والحكم وكنت تكلمت فيه عن القرآن السياسي نحن نعرف بالإسلام السياسي نسمع بمجموعة الأمور متعلقة عند علاقة بالسياسة ولكن القرآن السياسي ربما أول مرة كنت أسمع به شخصيا شنو معنيت القرآن السياسي وشنو كتت يعني به؟ هذا المفهوم أنا حقيقة نحط وحاولت ما أمكن نشكله انطلاقا من قراءة في عدد من الآيات القرآنية ذات صلة بالشأن السياسي بمعنى الآيات اللي عندها علاقة بالحكم اللي عندها علاقة بالأحكام بالأحكام المرتبطة بالسياسة إلى غير ذلك مثل مثلا سواء كالأحكام القانونية أو الفقهية المرتبطة مثلا بالحدود أو المرتبطة مثلا بالأموال أو المرتبطة مثلا بالولاء والبراء والعلاقة مع الآخر إلى آخره فمفهوم القرآن السياسي أقصد به هو الآيات آيات الأحكام والآيات المرتبطة بالقضايا السياسية وهي على إيتي حل محدودة في القرآن يعني ليست كثيرة جدا فبالتالي هذه الآيات اشتغلت عليها وحاولت ما أمكن أن أقوم بواحد القراءة معينة نحاول ما أمكن نفهم جوهر هاته الآيات وما هو الثابت والمتغير في هاته الأحكام وهاته الآيات القرآنية أكيدنا أقول لك بأنه لا اجتهاد موجود النص بأنه نصوص فهي هناك من يعتبر بأنه قطعية الدلالة في القرآن فلا يمكن أن الشيء يدفعه أنا كنت أظن بأن هذا يعني أصبح يمكن نقول عمليا هذه الأحكام هذه هذه متجاوزة لأن الاجتهاد مع وجود النص بالعكس الاجتهاد الحقيقي هو الذي يكون مع وجود النص أما إذا لم يكن هناك نص فالأصل هو الاجتهاد وبالتالي فأنا عندما أعود إلى سيرة الصحابة وسيرة الخلفاء الرشد وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه نجدهم أنهم اجتهدوا مع النصوص وفي النصوص في النصوص قرآنية؟ بطبيعة الحال مثلا أنا يحضروني مثال النسط يحضرهم واحد المثال قطعية السارق فعام مجاعة بالضبط ولكن هناك مثال آخر أبلغ وأهم هو المرتبط بتوزيع الفئ وتوزيع الأرض الفئ اللي هو بالمشاهدين الفئ هو هذك الغنائم والأراضي التي يغنمها والتي يأخذها الجيش الإسلامي عندما يفتحوا أرضا جديدة وبلادا جديدة فمثلا في هذا الموضوع هناك آيات قرآنية تحدد بالأنصبة توزيع هذا الفئ وتوزيع هذا الأراضي بين الفاتحين الناس الجنود اللي كيشاركوا في الحرب عندما يتموا الفتح ويتحققوا الناس كان قسموا بنتهم هذك الأراضي بحسب كل واحد واش هو ملموشات ولا هو عنده الفارس دياله ولا كده إلى آخره هناك نوجد عمر رضي الله عنه جاء واجتهدوا في هذا النصوص وجاء قلهم ودي هذك شي اللي كان يدار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودار أيضا في عهد في الخليفة أبي بكر را ما غنعملوش ما غنقسموش وأن الدولة آنس قرآني واضح ما فيهش نقاش قلوا واحتج عليه كثير من ناس وكبار الصحابة احتجوا عليه وقالوا له بأنك تخالف في هذا الأمر القرآن وكذلك تخالف السنة ومع ذلك هو تشبث برأيه وكانت تعليله بسيطا عقلاني جدا ومصلحي جدا وأن إذا قسمت بينكم هذا الفيء فماذا سيتبقى للمسلمين من بعدكم وللأمة وللدولة يعني كنت تفكر كالوجو الدولة ومنطق لي وعقلاني مصلحي ولن نكون نحن أغير على الإسلام وأفهم من عمر رضي العنو للإسلام فكنضم بأن هذا الرجل وهذا الخليفة اجتهد في النص وأمثلة على هذا كثير في الحقيقة ونفي الكتاب على إيتي حل فصلت في عدد الأمثلة لأن الأساس هو الإجتهاد وأن التابت هذا المهم التابت الذي لا يتغير ويعلو على الزمان والقدسي هو القيم بمعنى شو القيم مثلا القيم مثلا العدل الأمانة الكرامة هذه القيم هي الأساس في الإسلام أما التحققات التي تتحقق من خلالها هي تحققات تاريخية وزمنية قابلة للتغير فالأحكام المرتبطة بمجتمعات زراعية ممكن شيء هي تبقى نفسها كتضبطنا مجتمعات صناعية ممكن شيء هي ممكن تضبطنا مجتمعات التي أصبحت ما بعد صناعية فكنضم الأحكام تتغير بتغير الواقع ولكن القيم هي الثابتة والقيم دائما تكون أمامنا وليس وراءنا والتالي فمثلا هذا اللي كان نريد أن نشير لوف هذه المناسبة أحكام الشريعة في مجال المعاملات بشكل عام كلها أحكام في أصلها وضعية مرتبطة بتقديرات مصلحية وباجتهادات مصلحية يعني الفقه خصوصا الفقهية بما فيها أحكام القرآن لأن عندما نعود مثلا المرتبطة بالعقوبات البدنية قطعت الصارق لم تدف الجال إلى غير ذلك من الأحكام المرتبطة بالعقوبات البدنية هذه العقوبات البدنية ليست ظهرت أول مرة مع الإسلام كانت موجودة وكانت يعمل بها ولكن الإسلام ما الذي جاء به هو قيمة العدل كيف يمكن أن تكون هذه الممارسات عادلة وتحقق أكبر قدر وأكبر نسبة من العدالة داخل واحد المجتمع معين ومن تم مثلا في الإرتانة من اللي كان قرأ للذكر مثل أحد الأنتين وأجدوها قد تحققت قابل البعتة وكان بعض العرب يورث بناته بهذه الطريقة فتبناها الإسلام فالإسلام في أحكامه هو اشتغل بين القوصين بالمواد الأولية التقافية التي كانت موجودة في البيئة التي ظهر فيها ولكن التابت والقدسي والسماوي هو القيم التي يجب أن نعمل على ترجمتها وأن نبدع في ترجمتها إلى أحكام فبالتالي فالواقع دائما يجبنا نجتهدف انتلاقا من منظومة القيم ولكن سمح مجبور وشنير حدود للاجتهاد لأن هناك من سيعترض على هذا الكلام ويقول لك بأنه لا يمكن أن الاجتهاد مش أي واحد بعد ذلك يقوم بالاجتهاد وبأنه فهناك حدود فقلنا قبل النصوص قطعية ما هي حدود للاجتهاد بالنسبة لك؟ لا أنا بالنسبة لأولا القضية ديالة الفعلا مش أي واحد يجتهد هذه مسألة مفرغ منا لأن هذا شيء عندهم أله ممكن شيء كل الناس يقول لك يخضوا فهذا الأشياء ولكن أنا كنظن بأن الأساس في الإسلام كان جوجل الحاجات اللي هما ما يتغيروش اللي هما العقيدة مبدئيا والجانب الثاني هو القيم الطبيقات العملية الممارسات اللي فيها قوانين وأحكام سواء كانت في القرآن أو في السنة كلها قبل الاجتهاد وكلها العلماء والفقهاء ويعني القدمة قبل المتأخرين أجازوا الاجتهاد فيها استثنوا فقط واحد نوع من الأحكام هذه الأحكام هذي اللي يسميها بالمقدرة الشرعية واللي يسميها بالحدود ولكن حتى هذا الاستثناء عندما تناقشه يعني تمحصه وتنظره إليه بعن النقد تجدوا هذا الاستثناء غير مبني على أساس يمكن نعتبره وجيه مثلا كتقولوا وعلش ما نشتهدوش في مثلا في الحدود مثل قطعية السرق لا لأنها كوصافي ما كنش دعم تبريرات اللي هي ذات معقولية فكنضن بأن الباب الاجتهاد خاصة في الأحكام ذات الصلة بالمعاملات هو دائما مفتوح وهو دائما الهديو فيه هو القيم والأساس في اجتهاد في هذا الباب هذا هو القيم وكنضن بأن القيم دائما تجعله الإسلام أمامنا تجعله الإسلام بين قوسين كنقولها واخر العبارة يمكن تكون عند حمول إيديولوجية تقدمي أكثر منه شيء آخر وخاصة محمد جبرون كيفاش كنشوف النقاش اللي كنشوفه أحيانا وخصوصا في وسائل التواصل الشمعي هو هناك من يقول بأنه فقط اكتفاء بالقرآن وبأنه لا حاجة للسنة لأنه كيطعنوا في مجموعة الكتب بما فيها ما يعتبر كتب الصحاح يعني بأن البخاري ومسلم وغيرهم الكتب التي تعتبر كتب السنة الصحاح كيفاش كتشوف هذا النقاش هذا دير الاكتفاء فقط بالقرآن وتشكيك ربما في السنة لا لكي دهر لي كين شوية دير التنطع وشوية دير التعصب في هذا النوع النقاش وفيه كثير من الجهالات لأنه من بساطة إحنا عندنا واحد تاريخ من النقاش في هذه القضايا هذه ماشي اليوم عاد ماشي جديد فبالتالي فالقرآن والسنة بشكل عام كمصادر للتديون منذ القدم إلى يوم هذا مبدئيا ما عليها شاعتيرات وهذا مبدئيا لا يثير مشكلة بطبيعة الحال وإحنا كننقشوا الآن يمكن يكون بعض الأحكام في بعض القضايا كنشتهدوا فيها يمكن وجدوا بعض الأحاديث لم تعد معقولة أو غير صحيحة بما توفرش فيها شروط الصحة بمقايز المحددين هذه الأشياء كلها ممكن وجدوها أو لحد الضوء ديال المشتماحة يعني وحد العدد الأشياء الإجتهاد الإجتهاد وابتكار أشكال في التديون أكثر تنتبا مع العصر هذا المبدأ هذا لا يحول دونه كون أننا كنأمن بأن من مصادرنا في التديون هو القرآن والسنة فهذا أنا كنظن بأن البعض يبالغ في الحقيقة ويتجنى على بعض المصادر الأساسية والإسلامية بالنسبة إلينا اللي هي القرآن والسنة لأنه على سبيل المثال لا يمكن أن تصلي بالقرآن وحده لا يمكن أن تصوم بالقرآن وحده فالنبي صلى الله عليه وسلم سنة سواء الفعلية أو القولية هي مصادر نهتدي بها في تديوننا طبعا الحال يمكن تكون شيء أشياء مختلقة يمكن شيء أشياء فيها شيء مبالغات هذه الأشياء هذي ماشي لي وما عد كي نقشوها الناس نقشوها وإحنا كنظن على الأقل مثلا في المغرب وفي تديوننا المغربي معناش مشاكل كبيرة في هذا الجانب هذا فكنظن لبعض وفي الحقيقة يحرف هذا النقاش العمومي ويزيفوه شنو كيميز تديون المغربي بنسباك؟ أنا كيميز واحد القضية الأساسية هو الاعتدال المغرب دائما منذ أن كانوا معتدلين ومتوسطين في تديونهم فهم لم يتطرفوا في أخذهم بالتصوف وأصبحوا غانوصيين أو شيء من القبيل لم يتطرفوا في أخذهم بالتسلف والسلفية وبالتالي نصوصيين فالمغرب دائما عندهم واحد نوع من التوازن في أخذهم بالإسلام وفي تديونهم وهذا الهوية هذا جزء من هويتنا الدينية بين القوصين الذي يجب أن نصوناه ونحميه ونبشر به في العالم في الحقيقة لأنه هذا النموذج هو مثير ومغري ليس فقط للمغربة ولكن حتى خارج المغرب لكن أيضا بأنه دائما وخصوصا في السنوات الأخيرة فهناك نقاش حول الحريات الشخصية بعدها هناك الآن واحد نقاش ربما فهو مقبل فهو متعلق مثلا التغييرات التي ستكون ربما في القانون الجنائي المغربي كيفش كتشوف أيضا هذا النقاش هذا حول الحريات الشخصية في المغرب ما بين دعاة للتقليد ودعاة أكثر للانفتاح أو للحداثة كيفش كتشوف هذا النقاش هذا أنا كنظن وقيلة المغربة كيستطعوا يحقوا واحد توليفة في الحداثة والانفتاح ديالهم يمكن بعض الأحيان كتجاوز بعض النخب لأننا نحن بنبيل الأمور التي كتبتها الواقع هو أننا بعض رأس المال الاجتماعي اللي لم يحتاجنا أن نفرطه فيه رأس المال الاجتماعي اللي هو الأسرة اللي فيها الأب والأم والوليدات وهذا الأسرة ليس فقط هي مؤسسة بين قوسين دينية هي مؤسسة اجتماعية دينية تقافية كتبنا فيها وحب زاف ديال التقاليد وبعض الجماليات التي ترافقها فهذا رأس المال هذا ما خصنا شيء نجازفه ونغامره باستهدافه بدعوى الحرية الفرضية الحرية الشخصية فمثلا هاتشي اللي كيت تر حول العلاقة الرضائية وشي متقابيل هذا رأيها في الحقيقة رأيها انحرف سيئ احنا بالنسبة لنا الزواج في المغرب وبناء الأسرة رأيها علاقة رضائية يمكن نفح لقيتها كانت البنت رأيها يفسروا صمتها بالموافقة دبا لا دبا رأيها للبنت وأحيانا نحتبله والي كنا نشترطه الوالي دبا ما كان يشهد شيء هذا البنت اللي كانت تدخل في علاقة مع شيء واحد رضائية شنو معنى رضائية؟ رضائية اللي فيها الإعلان وتحمل المسؤولية الاجتماعية ولكن كان شيء واحد يمكن خصو يدير هاتشيء بلا ما يتحمل المسؤولية وانا كنتظن هذا فيه فساد كبير الحديث عن جريم العلاقة الرضائية المشكلة ربما النقاش فهو هل نجرم هذه العلاقة الرضائية وبأن الناس هناك توافق فيما بعدهم ما كنت جريم أنا مع مركب في المغرب جريم العلاقة الرضائية هذيك ما شيء علاقة رضائية هذيك فهتملو اسم المسؤولية ديال واحد الطرف وكيسميها وكيسميها علاقة رضائية في التقافة المغربية ما عندناش علاقة رضائية العلاقة الرضائية يمكن ظهرت في سياقات غير مغربية وخاصة في الغرب عنده واحدة السياق ديالا ولكن احنا راه الزواج هو العلاقة الرضائية جوجد الناس كيبغيوا بعضهم كيزوجوا كيزوجوا كيوفقوا لهم والديهم كيحتفل بهم المجتمع وكيديروا دار ولكن جوجد الناس إلا توفقوا إلا توفقوا وبغاوا يعيشوا مع بعضهم وعرفهم من المجتمع هذا كوى الزواج إلا ما بغاوش يديروا هذا الشي هذا راه كيديروا حاجة أخرى وهذا يمكن قدينا لواحد العداد المشاكل الاجتماعية اللي احنا بالرغم من هذا الشي اللي بين قوصين كاسميوا المحافظة ركن نعانيوا بعض مشاكل الاجتماعية اللي مرتبطة بالأطفال اللي هما كينشؤوا خارج بيت الزوجية وإحنا كنشوفوا ده من الظواهر الخطيرة اللي بدأت كاتبا هو وللأسف بعض المدن دينا الكبرى هو يبدأ بانولك بين قوصين أطفال الشوارع فيهم البنات يمكن كنا كنشوفوا غير الوليدات دابة البنيتات وهدو راه مين جو هدو هدو بين قوصين كلهم ضحايا ديال بين قوصين علاقات رضائية ذيك العلاقة الرضائية اللي كيتملص فيها الواحد من المسؤولية ما العلاقة الرضائية راحنا عندنا بسيطة أنا زوجت بو علاقة رضائية وانت يمكن نفس الشي وكذا كتبغي وحدا كتبغي وحدا كيعرفوا الوليدين ديالي وكتزوجوا كتبشوا الواحد دار وكتعيشوا مع بعضكم أو بعض الأحيان يمكن حتى كيتعطل ذلك شي ولكن ناس كل شي يعرف فلان وفلان نرى هما مع بعضهم في الفقه الإسلامي وفي أنه تصورنا الحقوق المرأة هل هناك مازال بالنسبة للمغرب والنقاش وأيضا حول القانون هل مازال هناك هامش لحقوق أكثر بالنسبة للمرأة في المغرب وهل الآن القانون المغربي منصف للمرأة أنا كنظن المغرب دابة الوضعية اللي كنعيشوها هو القانون المتقدم على التقافة والمجتمع يمكن القانون عطي بزاف ديال المرأة كتحس بأن مثلا على سبيل المثال كتفتح في مناسب المسئولية مثلا ولكن كننجدوا نفسنا نحن بحاجة مش نديروا الكوطة علاش لأنك نحسو بأن كين واحد تقافة كتجر الوراء اللي مرتبطة بتقاليد مرتبطة بعلاقات معيانة المرأة بحكم المسئوليات ديال الاجتماعية ما كيمكن لا شي تشجع باش تمارس شي مسئوليات الزوج بالتقافة دياله شوية اللي هي قديمة ما يشجع شاي المرأة باش أنها كيمكن لا تتملأ ما نقولش تملأ تتخلص أو تتحرر وتخفف شوية من بعد المسئوليات فحنا دابا المشكلة اللي عنا ولي خسنا نشتغل عليه أنا في النتقدر ديالي ماشي القانون التقافة والتقاليد اللي ما زال يمكن احنا عيشنا واحد الانتقال اجتماعي ولكن خسنا معاه يكون واحد الانتقال تقافي اللي مرتبط بهاتش ديال تقافة الأسراء وكيفاش ممكن الأدوار ما بين المرأة و الراجل كيفاش التقاسم ديالها كيفاش يمكن المرأة تولي أكثر تحررا تقافيا وهذا اللي عنا فاشوية النقص أما كنظر القانون يمكن يمكن تكون أشياء مازال بقى نقصة شي أمور ولكن كان على الأقل هاتشي اللي منصوص عليه للأسف لا يعاش السيم حمد جبرون شكرا لك وصلنا نهاية البرنامج وصلنا نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامج حوالة والضيف ديالنا كان هو الأكاديمي والمؤرخ السيم حمد جبرون اللي كان شكره مرة أخرى للحضور دياله معنا صورنا هذا البرنامج هذا فهذا الفضاء هذا اللي هو المركب التقافي محمد زفزاف بمقاطعة معاريف مدينة طلبيدة مرة أخرى كان شكر المسؤولين على هذا المركب وأيضا العاملين فيه كان شكر أيضا جميع الطاقم التقني اللي اشتغل هذا البرنامج هذا واللي كما شفنا بأن نصورنا الداخل وأيضا براء المركب مرة أخرى كان شكرهم على الأسهم المخرج طريق الشمعوي مرة أخرى شكرا لك سمح مجبرون تجشمت عن الصفر من مدينة طنجية ومدينة طلبيدة حضور دياله معنا شكرا للمشاهدين الكرام وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج حواغت ترجمة نانسي قنقر